انتقادات عدة توجه لمسودة قانون حق الحصول على المعلوم المطروح في البرلمان والذي أخذ طريقه إلى التشريع لكنه توقف جراء الاعتراضات عليه إذ يوصف بالملغوم لاحتوائه على نصوص وفقرات تقيد قدرة الصعافين على الحصول على المعلومات التي يحتاجونها من دوائر الدولة منذ أكثر من عشر سنوات يطالب الصعافيون العراقيون بقانون يضمن لهم العمل بحرية من دون التعرض للمساءلة القانونية أو التهديدات التي تصل إليهم من مسؤولين وميليشيات مسلحة وأحزاب في حزيران من العام الماضي وجه رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني بدراسة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة توجيه لم يطمئن الصحفين بل تخوف بعضهم من احتمال إقرار قانون لا يناسب تطلعات العاملين في قطاع الإعلام والصحافة لا سيما مع وجود أحزاب داخل البرلمان لا تسمح بحرية الصحافة خشية من فضح عمليات فساد كبرى جرت في البلاد خلال العقدين الماضيين في المقابل أعلنت مجموعة من المنظمات غير الحكومية والحقوقية والدولية الناشطة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات وتعزيز الشفافية ومكافعة الفساد أعلنت جملة من التوصيات بخصوص قانون حق الحصول على المعلومة مطالبة بتضمينها في هذا القانون في السياق أقرت نقابة صحافين العراقيين بأن الأحزاب تدخلت سلبا في نسخة قانون حق الحصول على المعلومة من أجل تقويض حرية الصحافة ومنع الوصول إلى معلومات مهمة قد تفضح جهات سياسية بالتورط في عمليات فساد وسط تأكيد ناشطين بأن مشروع القانون الحالي الذي اقترحته الحكومة ويسعى البرلمان إلى تمريره سيمثل عثرة وانتكاسة كبيرة في المشهد الصحفي في العراق لا سيما مع السعي لطار التنسيقي إلى تمرير رزمة قوانين منها قانون حق الحصول على المعلومة وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع العراق من المرتبة 167 إلى المرتبة 169 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 بحسب منظمة مراسلون بلا حدود ترجمة نانسي قنقر